هذه رسالة من المرسل محمد حسن العريني من وزارة الدفاع هذا يذكر في الحقيقة معاملة الحيوان ويضا نتحدث عن القرى يقول نحن نعيش في منطقة جبلية وعرة جدا ونستخدم في الغالب الحيوانات في جميع تنقلاتنا مثل الجمال والحمير والبغال وعند ذلك سواء انذهبنا الى المدرسة التي تبعد عن القرية 10 كيلو تقريبا يقول ونضربها ضربا موجعا بكي تمشي وتقطع المسافة الى المدرسة بسرعة فما الحكم لضرب الحيوان لكي يسرع لقطع مسافة الماء او من ضربه عمدا علما انني قرأت حديثا عن رسول الله سلم ان الحيوانات تقتص من الانسان يوم القيامة افيدون جزاكم الله خيرا الجواب الحمد لله لا شك ان الحيوان ذو روح واحساس يتألم بما يؤلمه ويشق عليه ما يزيد على طاقته فلا يجوز المسلم ان يحمل الحيوان ما لا يطيق سواء كان ذلك من محمول على ظهره او كان ذلك من طريق يقطعها ولا يستطيعها او غير ذلك مما يشق عليه واما بالنسبة لضربه فانه جائز عند الحاجة بشرط ان لا يكون مبرحا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في قصة جمله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وفيه انه ضرب الجمل فالاصل لضرب الحيوان اذا كان لحاجة ولم يكن مبرحا الاصل فيه جواز ودليله من السنة حديث جابر اما اذا كان لغير حاجة او كان ضربا مبرحا او كان ضربا يصل الحيوان الى امر شق عليه فان ذلك لا يدوه